نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى شمال ووسط القطاع هرباً من القصف الإسرائيلي تسبب درجات الحرارة في زيادة الأوضاع المأساوية التي يعاني منها النازحون في جنوب قطاع غزة المدمر وتحديداً في خان يونس نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى المدينة هرباً من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العائلات الفلسطينية حملت أطفالها واضطرت للخضوع للتهجير القصري المتكرر والذي لا يتوقف حياة غير أدمية وواقع مأساوي وسط نقص الماء والغذاء والدواء ومخاوف من انتشار الأوبئة في أنحاء القطاع الماء نشربها ملوتة نفسنا بشربة ماء نظيفة والله نفسنا بشرب نيجي نشرب الماء نشربها زي النار لم تقي رحلات النزوح الفلسطينيين ويلات العدوان الإسرائيلية ولم يوفر جنوب القطاع الأمان الذي وعدت به القوات الإسرائيلية حيث اضطر النازحون إلى العودة مرة أخرى إلى وسط وشمال القطاع كما يعاني الأطفال من واقع أليم في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية وانتشار الحشرات القاتلة ارتفاع درجات الحرارة زاد الأمر سوءا داخل المخيمات التي لا تستطيع أن تقي الفلسطينيين برد الشتاء أو حتى حرارة الشمس